خلل تقني ضربة أنظمة الحاسبات في العالم النهاردة يعني طبعا في وجهة النظر لسه يعني واحد بقولك ده شيء متعمد يعني هجوم سيبراني والبعض التاني بقولك ده خلل تقني غير مقصود لكنه أحدث هذه الحالة من الاضطراب والتوقف على مستوى العالم لكن على أي حال دعونا نناقش ما حدث ما حدث أن الهيئات أو الشركات التي تعتمد على بعض أنظمة شركة مايكروسوفت تعرضت اليوم إلى توقف مما ترتب عليه توقف حركة البشر وحركة الاقتصاد وحركة المال والأنظمة الصحية في بعض دول العالم مطارات وشركات طيران برلين واستراليا وهولندا والولايات المتحدة برصات لندن في مجال الغاز وغيره البنوك الأنظمة الصحية كل من يتعامل ببرامج الحاسبات التي تعرضت إلى هذه الضربة أو هذا الخلل توقفت مما نتج عنه خسارة شديدة ونتج عنه أيضا تعطوا المصالح الناس لناس عارفة تسافر والعارفة تروح والعارفة تيجي فجأة تشعر أن كل شيء توقف طب السبب إيه؟ بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بقول لك أنا ما اعتقدش أن هي يعني هجمة سيبرانية ولا حاجة ولكنه بيقول أو التفسير التي ذكرته شركة مايكروسوفت أن فيه شركة للأمن السيبراني اسمها كراود سترايك الشركة دي كانت بتحدث بعض برامجها مما ترتب عنه هذا الخلل وشركة مايكروسوفت بتقول أن هي تعاملت مع أسباب هذا الخلل ولكن بقى أن نستعيد الأنظمة الأنظمة الحاسبية أو الحواسب حتى تستطيع أن تعمل طبعا لو افترضنا أن ما حدث هو هجمة سيبرانية تبقى هجمة خطيرة جدا دي يعني حرب بلا نقطة دم واحدة بلا جيوش بلا سلاح بلا استنفار بلا مواجهة بلا أي شيء ده هجمة سيبرانية ألكترونية استطاعت أن تعطل الحواسب والكمبيوترات والبرامج الكمبيوتر الخاصة بمايكروسوفت بتعتمد عليها شركات وهيئات كثيرة تستطيع أن تعطلها وما نجم عن هذا من خسائر لسه حتى الآن ما حصروش الخسائر دي قد دي طبعا ده يدينا انتباع أن الهجمات السيبرانية دي خطيرة جدا وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار الصراع ما بين القوى الكبرى روسيا والاتحاد السوفيتي والصين روسيا والولايات المتحدة والصين أوروبا أيضا دخول التنظيمات الإرهابية المتطرفة على هذا الملف طبعا هذه التنظيمات بتمتلك قدرات تقنية عالية يعني الذين درسوا هذه التنظيمات زي داعش مثلا شافوا إزاي أن هم بيستخدموا وسائل تقنية متقدمة جدا في نشر رسائل الإرهاب وأيضا القيام بنوع من أنواع العمليات في هذا الصياق الصراعات الدولية ممكن تكون سيبرانية يعني صراعات كده على مستوى توقف الحياة حدث قبل كده أن استهدافة إسرائيل حسب ما أعلنت بعد ذلك يعني مفاعل نتاز في إيران بدربة برضو زي طبيعة سيبرانية ما كانتش ضربة عسكرية يبقى إزا أن إحنا منتكلم على خطورة الهجمات السيبرانية قد تأتي نتيجة عطل مفاجئ أو خطأ غير مقصود وقد تأتي نتيجة تخطيط مقصود في كل الأحوال الحادثة أو الوضع النهاردة كان خطير على مستوى العالم نشوف فوكالات الأنباء ونشوف الأخبار والأحداث يعني حاجة صعبة جدا مصر أعلنت أنها لم تتضرر من هذا الخلل التقني رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي شكل خلية عمل وزير الاتصالات أيضا أكد في بيان وأحاديث مختلفة أننا لم نتأثر وقال أننا عندنا استعدادات جيدة على مستوى الأبن السيبراني للتعامل مع كافة الأوضاع سواء كانت مخاطر أو أعطال أو تحديات طبعا الحادث ده بيلفت نظرنا لأكتر من نقطة النقطة الأولى العولمة ربطت العالم كله ببعضه فأي خلل هيترتب عليه خلل في أماكن أخرى وأي حاجة تضرب منظومة معينة هتسمع في المنظومات الأخرى إحنا شفنا إزاي وباء كوفيد ناينتين ولا كورونا إزاي تعامل وانتشر في العالم وبهدل العالم الأخطار التقنية أو الأخطاء التقنية أو الهجمات التقنية دي ممكن يترتب عليها نفس الأمر فالعالم مرتبط ومتداخل الاعتماد المفرط على التكنولوجيا في كل شيء خل الإنسان عرضة أنه ممكن في أي لحظة تضطرب حياته إذا اضطربت التكنولوجيا وإحنا داخلين بقى مراحل جديدة من الزكاء الاصطناعي وممكن استخدامه في بعض هذه النوعية من الحروب أو المواجهات فطبعا تصبح المسألة بالغة التعقيد أيضا الاقتصاد الرقمي أو هكذا نطلق عليه هو هش ممكن أن يتأثر بشدة من أي خلل أو أي عطل أو أي اضطراب في المنظومة التقنية وممكن يترتب عليه خسائر كبيرة جدا ده بيلفت نظرنا دايما إلى مسألة الاستعداد التحديث المستمر، التطوير، توقع الأخطار، وجود خطط بديلة للتعامل مع المخاطر يعني دي كلها من الأمور اللي إحنا لابد أن إحنا نضحها في الاعتبار زي ما كوفيد ناينتين أو كورونا أضاء أمامنا الخلل في المنظومة الصحية في العديد من دول العالم والتحديات اللي ممكن تقابل الإنسان في لحظة ما أعتقد أن حادثة النهاردة هيترتب عليه تداعيات مهمة جدا على صعيد التفكير في كيفية التعامل مع مثل هذه المخاطر سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة